موسيقى حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في بلدة مارون الراس برشقة صاروخية والطيران الاسرائيلية شنوا غارات على بلدة الخيام جنوبي لبنان اثنان وعشرون شهيدا جراء غارات الاحتلال الاسرائيلي على شمال ووسط قطع غزة تحذيرات اممية من كارثة انسانية في غزة حال تمرير مشروع قانون اسرائيلي بوقف عمل الانروه نشرة اخبارية جديدة من قناة النيل الاخبار اهلا بكم البداية مع زميني محمد القلق اهلا بك زمينتي امل واهلا بكم مشاهدين الكرام نبدأ معكم نشرة الاخبار بعد الفاصل اعلن حزب الله اللبناني استيداف تجامع لجنود جيش الاحتلال الاسرائيلي جنوبي بلدة مارون الراس الحدودية برشقة صاروخية كما اندلع تبادل لاطلاق النيران بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وحزب الله في منطقة اللبنة قرب بلدة الناقورة في حين شن الطيران الاسرائيلية سلسلة غارات متتالية على عدة بلدات بجنوب لبنان يتواصل التصعيد الاسرائيلي على كافة الجبهات في المنطقة في حرب يتعمد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيمين تانياهو اطلت امادها من اجل تحقيق اهدافه السياسية وفي احدث حلقات التصعيد شن الطيران الاسرائيلي سلسلة غارات متتالية على بلدات الخيام والمجاد الوطبارية جنوب لبنان وفي غضون ذلك اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اصابت ثلاثة جنود بجروح خطيرة في حوادث منفصلة في جنوب لبنان كما دوت صفرات الانذار في شمال اسرائيل من جانبه اعلن حزب الله انه قصف تجمعا لجنود الاحتلال جنوب بلدة مارون الراس الحدودية برشقة صاروخية كما اكد حزب الله استهداف قوة للاحتلال الاسرائيلي بالقضائف المدفعية والاسلحة الصاروخية حاولت اقتحام منطقة اللبونة وتفجير عبو ناسفة في قوة للاحتلال الاسرائيلي بعد اشتباكات معها لدى محاولتها التسلل الى بلدة بليدة واوقع فيها اصابات دقيقة وقال حزب الله ان استهداف الجنود الاسرائيليين بقضائف المدفعية والصواريخ جاء ردا على اعلان اسرائيل انها قتلت اثنين من خلفاء الامين العام للجماع حسن نصر الله كانت اسرائيل قد بدأت في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي حملة قاسف جوي مكتفة في لبنان تقول انها تستهدف اهدافا لحزب الله كما اعلنت بدأ عمليات برية محدودة ومركزة عند الحدود مع توسيع نطاق هذه العمليات لتشمل مناطق في جنوب غرب لبنان وادى الصراع المتصاعد بين اسرائيل وحزب الله الى استشهاد ما يزيد على الف شخص في لبنان خلال الاسبوعين الماضيين ودفع اكتر من مليون شخص الى النزوح افاد الاتحاد الدولي لجماعيات الصليب والهلال الاحمر في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بان الوضع الانساني في لبنان حرج للغاية واضف لتحاد في بيان له ان حجم المساعدات ضئيلون مقارنتا بحجم الاحتياجات الفعلية مشيرا الى ان حجم المساعدات الذي يصل فعليا لا يتجاوز 12% من الدعم المطلوب لاستمرار تقديم خدمات الاسعاف والطوارئ ونقل الدم والاغاثة وفيما له وصلة قد ايضا في المقابلة دعا مسؤولون في الامم المتحدة الى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف النزاع المتصاعد بين اسرائيل وحزب الله وحذر المسؤولون من ان لبنان قد يواجه دوامة موت تشبه تلك التي عارفها قطاع غزة على مدى العام يوما بعد يوم تشتد المعارك دائرة بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الاسرائيلية ومعه تتفاقم ازمة السكان الذين يطارون لنزوح الى اماكن بعيدة عن القصف لعلهم يجدون مأمنا من النيران فعلى وقع القصف الاسرائيلي يواصل عشرات الالاف من سكان المنطقة التدفق الى بيروت وضواحيها ما يثير توطرات في بعض المناطق ولا يقتصر هذا توطر على بيروت اذ امتد ايضا الى مجتمعات خارج العاصمة في بلد لا يتجاوز عدد سكانه الستة ملايين نسمة بينهم حوالي مليون ونصف مليون لاجئ ولم تندمل فيه جروح الحرب الاهلية تماما بعد وخلال الاسبوعين الماضيين باتت بيروت اكثر اقتضاضا وزحمة السير فيها خانقة اكثر من العادة وكل ذلك يثير قلق الكثيرين وافترش عدد كبير من النازحين الطرق في عدد من شوارع بيروت او تكدسوا داخل مدارس تحولت الى مراكز ايواء اما الاكثر حظا فتمكنوا من استئجار منازل او الاحتماء عند اقارب لهم الامم المتحدة وعلى لسان المتحدث باسمها سيفان دوجاريك اشار الى ان البنية التحتية للمياه تأثرت من القصف حيث تضرر ما لا يقل عن 25 مرفقا للمياه مما يؤثر على 300 الف شخص مضيفا ان شركاء الامم المتحدة يقدمون مياه الشرب للاشخاص في الملاجئ الجماعية واوضح دوجاريك ان الاعمال العدائية المستمرة واوامر نزوح تستمر في تسبب في نزوح سكان خاصة من جنوب البلاد وضواحي الجنوبية للعاصمة اللبنانية حيث سجلت المنظمة الدولية للهجرة اكثر من 540 الف نازح منذ 8 اكتوبر عام 2023 والمزيد من المتبع وتحليل ينضم الينا من بيروت دكتور طارق عبود أستاذ الرنوم السياسية دكتور طارق بعد التحية يعني اعتداءات متواصلة ومستمرة من قبل الكيان الصهيوني على لبنان وهذه الممارسات بطبيعة الاحوال تتنافى مع القوانين الدولية وحقوق الانسان هذا جانب وجانب آخر متعلق بأن اسرائيل تتعامل بأنه فوق المساءلة وفوق المحاسبة وفوق القانون وفوق الشرعية الدولية في أي سياق وفي أي إطار تضع هذه الممارسات الصهيونية تحياتي بداية ثم طبعا القانون الدولي هو ينطرق على كل العالم إلا على اسرائيل أو حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية يعني لو افترضنا أن دولة فعلت ما تفعله إسرائيل أو جزء بسير من ما تفعله إسرائيل اليوم كانت داع المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمن وحركت الولايات المتحدة الأمريكية أساطيلها لإدفاع عن الشعوب المقهورة وعن الدول المستهدفة ومشاكل ولكن أن تقتل إسرائيل أربعين ألفا وما يزيد من الفغسطينيين وأن تجرح مئات الآلاف وتهدي القطاع عزة على رؤوس أهلها وتنتقل في هذه الحرب إلى لبنان تدمر الضاحية الجنوبية وتفرغ الجنوب اللبناني من سكانه بحجة أن هناك منظومات صاروخية وأسلحة لحزب الله من دون أن تحرك الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي ساكنا على هذا الصعيد هذا ينطبق على العالم الذي يصير من دون قواعد وليس العالم المبني على القواعد يعني قواعد ما بعد الحرب العالمية الثانية والمنظمات الدولية التي أنشأت من الأمم المتحدة ومجرس الأمن للدفاع عن الشعوب الضعيفة من الدول المفتلسة القوية فشعوب المنطقة معتعدة على هذا النوع من الكيب الميكالين ويعني هي تقدر أن الولايات المتحدة الأمريكية ومشروع الولايات المتحدة الأمريكية في العالم وفي المنطقة هو نفسه المشروع الإسرائيلي بل إن إسرائيل هي قاعدة متقدمة للأمريكيين على هذا المستوى إذن نحن نعيش في قانون في شريعة الغاب على مستوى القانون الدولي لا أحد يتحدث اليوم عن قانون الدولي هنا من يتحدث عن قوة الغلبة وقوة القهرة والقوة الصلبة التي تطوع وتسيطر وتجعل الشعوب تستسلم من جراء الآلة الأمريكية الضخمة التي تستعمل بأيات إسرائيل دكتور طارق فيما يتعلق بهذه الممارسات وشهوة القتل والاستباحة التي تسيطر وتهيمن بشكل كبير على العقيدة الصهيونية في استباحة كل شيء الأرض والعرض والنساء والأطفال والمستشفيات والمدارس وحتى المقارات التابعة للمنظمات الدولية تم استباحتها بشكل فج هناك تصريح من بعض المسؤولين في الأمم المتحدة بأن لبنان قد يواجه دوامة موت تشبه تلك التي عرفها قطاع غزة ما هو الجديد وماذا بعد؟ يعني ربما يرى البعض أيضا أن هذه المنظمات الدولية هي منظمات مسياسة بشكل أو بآخر وإزدواجية المعايير والتعامل بأكثر من مكيال تسيطر على عمل هذه المنظمات ربما يحلل البعض من المتابعين والمراقبين أن يصف الأمم المتحدة بالأمم المتحدة الأمريكية لأنها تقدم قرارات لا تغني ولا تسمن من جواه طيب لذلك اليوم علينا وعلى الدول الكبرى يعني الصين وروسيا وعلى الدول الإقليمية الكبرى أيضا كمصر وتركيا وجنوب أفريقيا والبرازيل وهذه الدول الكبيرة في العالم والتي لها وزن سياسي حقيقة أن تبدأ بالتساؤل بهذا المسار يعني ليس من العدالة في شيء أن تحكم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كل هذا العالم وتطوعه بين أيديها كيفما تريه وتفرض عقوبات على الخصوم وتدعم الحلفاء في عملية القتل والإبادة الجماعية نحن نتكلم عن محكمة العبد الدولية التي أدانت إسرائيل نتكلم عن محكمة الجماعية الدولية التي كادت أن تصدر قرارات توقيف بحق نتنياهو وجلنت وهيرتزي هاليبي وهذه المجموعة المجرمة نتكلم عن منظمة حقوق الإنسان النابعة أو التابعة الأمم أو المثقة من الأمم المتحدة نتكلم عن منظمات دولية لها وزن على المستوى القانوني وعلى المستوى الأممي ولكن في أثناء التنفيذ لا أحد يستطيع أن ينفذ أو يجبر إسرائيل على التنفيذ هذه القرارات هناك قرار دولي رقم 2735 أيضا صدر بخصوص قطاع الزرابته إسرائيل بعرب الحائط لذلك أنا أعتقد بأن على هذه الدول التي سميتها في المداخلة أن تطرح تساؤلات وأن تعيد سياحة دول الأمم المتحدة ليس منطقيا أن تتحكم دولة في كل 8 مليار إنسان في هذا العالم وتفضل عقوبات على من تشاء وتعاقب من تشاء وتنصر من تشاء فالموضوع قضع أيضا لرأي العام الدولي على الرأي العام الدولي أن يتحرك عندما يحصل هناك حصارة على لبنان وعندما تستمر هذه المقدلة وهذه الإبادة الجماعية وتدمر بنايات الضاحية الجنوبية على رؤوس أبنائها فهذا ليس فيه شيء من العدالة الدولية التي ينادي بها العالم الحر العالم الليبرالي الذي تقوده أولئك المتحدة الأمريكية لذلك علينا على الجميع أن يرفع الصوت في هذا الموضوع لأن الجميع مستعدف وليس فقط تبنعنا لغزة اليوم الجميع مستعدف من الصين نزولا إلى آخر دولة في الإقليم سحيح أنا أشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور طارق عبود أستاذ العلوم السياسية متحدثا إلينا من بيروت استشهدje 22 فلسطينيا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط grammat Onlines من العدوان المتواصل على القطاع كان ثلاثة شهداء قد سقطوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيمة تأوي نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بينما سشد أربعة فلسطينيين من بينهم طفل في قصف استهدف منزلا بمخيم لبريجة كما دوت انفجاراتنا ناتجة عن قصف مدفع متواصل الاحتلال الإسرائيلي على بيت حنون وبيت لهيا ومخيم جابلية شمال القطاع دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لاميا المجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود الرمية للتواصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وأكد لاميا أن الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط خطير للغاية محذرا من تسارع وثيرة التصعيد على الأمن والسلم الدوليين وفي هذا الصدد شدد وزير الخارجية البريطاني على أهمية إيصال المساعدات إلى قطاع غزة وإطلاق صراح جميع المحتجزين تصريحات وزير الخارجية البريطاني جاءت قبل الزيارة له إلى البحرين والأردن يلتقي خلالها عددا من المسؤولين حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش من أن مشروع القانون المعروض على الكنيسة الإسرائيلي بشأن وقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروة من المرجح أن يوجه ضربة مروعة للاستجابة الإنسانية الدولية في غزة والأراضي المحتلة وأضاف جوتيريش أنه إذا تمت الموافقة على هذا التشريع فسوف يتعرض بشكل كامل مع ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولية إن عددا قياسيا بما في ذلك العديد من أفراد أسرة الأمم المتحدة قد دفعوا حياتهم ثمن والغالبية العظمى من الذين قتلوا كانوا جزءا من العمود الفقري لعمليات الإغاثة الإنسانية في غزة الأونروة وفي خضم كل الاضطرابات أصبحت أكثر من أي وقت مضى لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها ولهذا السبب كتبت مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي للتعبير عن قلقي من الإجراء الذي من شأنه أن يخنق الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوطرات في غزة بعد انقطاع دام قرابة أسبوع شهد معبر رفح تدفق مئة شاحنة من المساعدات الإنسانية والغذائية ومستلزمات الخيام بالإضافة إلى عشرة شاحنات من المحروقات للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معبر رفح مراسل قناة النيل للأخبار محمد الخطيب محمد مرحبا بك هل لك أن تضعنا في المشهد لديك الآن عند معبر رفح نعم مرحبا بك وبجميع المشاهدين بالفعل لازمنا نتابع معكم كل الجهود المصرية المبدولة من أجل المساعدات المختلفة إلى الأشقاء الفلسطينة في قطاع غزة اليوم انخفضت أعداد الشاحنات التي توجهت إلى منفذ كرم أبو سالم عبر معبر رفح البري ونتحدث هنا عن 60 شاحنة فقط من سمحت لهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاتجاح نحو منفذ كرم أبو سالم هذا بالإضافة إلى أربع شاحنات فقط من المحروقات وهي من السولارة إذن نحن أمام تناقص كبير عن الأمس في أعداد الشاحنات والتي بلغ عددها أمس إذن فقدنا الاتصال مع مرسلنا محمد الخطيب وبالتأكيد إذن عاد إلينا زميلي محمد الخطيب من معبر رفح محمد تفضل نعم تفضل محمد نعم أعود إليك مرة أخرى وكنا نتحدث عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لازالت تمارس الإجراءات التعصفية الكبيرة ضد الشاحنات المصرية أمس كان هناك تدفق لمئة من الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات ومسلزمات للخيام هذا بالإضافة إلى حوالي عشر شاحنات من السولار والبنزين والغاز اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي قلصت العدد بنسبة الأربعين في المائة نتحدث اليوم عن حوالي ستين شاحنة فقط من الشاحنات التي تحمل مساعدات غذائية وإنسانية وأربع شاحنات فقط من المحروقات وهي من السولار إذن نحن أمام تناقص كبير لأعداد الشاحنات التي من المفترض المتتجه هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينية في قطاع غزة والذين يعانون من نقص الإمدادات الغذائية والإنسانية وهو الأمر الذي صدر في تقرير منظمة الأمم المتحدة الخاصة بمكتب الشؤون الإنسانية بغزة وحذرت من أن استمرار تناقص هذه الإمدادات سوف يؤدي إلى نزوح الآلاف من أماكنهم وأيضا زيادة أعداد الأوفيات وزيادة المرضى والمصابين وعدم الاحتواء الأزمة وسوف يؤدي بالتأكيد إلى زيادة الأزمة الكارثية والصحية أكثر مما هي عليه الآن إذن بالتالي نحن أمام مشاهد متكررة من التعنت الإسرائيلي الكبير يوميا بسبب عرقال الدخول لتلك الشاحنات ورفض جزء منها دون إبداء أية أسباب أو مبررتها أذهب معك إلى شق آخر وهو الشق الأهم وهو أيضا شق التصعيد العسكري معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمس ومن الساعة الرابعة فجرا شهد عدة غارات جوية مكثفة في النحية الغربية من مدينة رفح الفلسطينية وكان هناك دوي انفجارات كبيرة وصوت للقنابل الملقاة على المناطق المهولة بالسكان أيضا اليوم كان هناك تصاعد كثيف للأدخنة الترابية يبدو أن هناك تجريف لبعض الأماكن وبعض المنازل لأشقاء الفلسطينية في مدينة رفح الفلسطينية إذن نحن أمام مشهد كبير من العنف سواء كان من تقليص أعداد الشاحنات التي من المفترض أن تصل إلى الأشقاء الفلسطينية في قطاع غزة والذين يعانون من نخص تلك الإمدادات أو من التصعيد العسكري والقصف العسكري المستمر على المدنيين والنازحين وعلى مراكز الإيواء التي تأوي الملايين من الفلسطينيين الذين جاءوا هربا من الحرب في منطقة شمال ووسط قطاع غزة 85% من المرافق في قطاع غزة أصبحت لا تعمل نتحدث عن حوالي 1.5 مليون فلسطيني نازح أصبحوا الآن على المحك لا إمدادات غذائية تصل ولا دواء ولا طاقة ولا كهرباء ولا مستشفيات ولا مدارس ولا جمعات حياة في منطقة القصوى أصبحت بلا حياة بسبب الإجراءات التعسفية الكبيرة والقصف المستمر الكبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي فيما ذكرت منظمات الأمم المتحدة أن إسرائيل لم تطقي أي من الأسلحة إلا واستخدمته في هذه الحرب يمكن هذا هو المشهد لدينا وإذا كان لديك أي أسئلة تفضل نعم أشكرك زميلي محمد الخطيب كنت معنا من أمام معبر رفاح أغلقت سلطة الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليلة جنوب الضفة الغربية المحتلة أمام المصالين وقالت سلطة الاحتلال إن الإغلاق سيطبق حتى مساء السبت القادم للاحتفال بأحد الأعياد اليهودية ويشمل إغلاق البوابات الرئيسية للحرم ومنع جميع المصلين وموظفي الأوقاف من التواجد داخل وفي هذا الإطار يقوم جيش الاحتلال بتحويل كافة أحياء البلد القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي إلى تقنات عسكرية ويكثف من نشر جنوده على مختلف المحاور الرئيسية بالمنطقة ترأس رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ويبحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها على أجندة الحكومة إضافة للسعراض سبل تنفيذ التكلفة الرئاسية المؤكلة للحكومة بالشكل الأمثل وفي توقيطات مناسبة أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الأهمية التي توليها الدولة لتطوير بنيتها التحتية القضائية لتعزيز مكانتها على الساحة القضائية الدولية ودعم تطلعاتها الوطنية جاء ذلك خلال لقائه مع دكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لمتابعة عدد من ملفات العمل حيث استعرض رئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية مستجدات الموقف التنفيذي لمنشآت المدينة الفضائية والموقف الراهن لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية بالإضافة إلى ما يتعلق بتفاصيل تأسيس شركات مساهمة لتصنيع مكونات الأقمار الصناعية وشركة لتصويق منتجات الوكالة إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتمكين المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية نفذ مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع التجربة مصر عشر لمحاكاة إنقاذ عبارة تعرضت الغرق قبالة السواحل المصرية جاء ذلك بمشاركة عناصر من القوات البحرية وعدد من ممثل الوزارات المختصة والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر وجمعية الهلال الأحمر المصري وذلك تأكيدا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها من خلال تنفيذ التجارب العملية للتدريب على السيناريوهات المختلفة والاطمئنان على مدى سرعة الاستجابة في مواجهة المخاطر والأزمات انتلقت اليوم بالجامعة العربية فعليات يوم البيئة العربي والذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بقضايا التلوث البيئي والتغيرات المناخية للمزيد من المتابعة حول فعليات يوم البيئة العربية انضم إلينا الزميل منذر أبو ضوح من مقار جامعة الدول العربية منذر بعد التحية اطلعنا على تفاصيل أكثر متعلقة بأهم وأبرز الفعليات والموضوعات المطروحة للنقاش تحيات إليك بداية ولكم عزائي المشاهدين بالفعل يأتي هذا اليوم وهذه الاحتفالية تحت عنوان تأهيل الأرض لتعزيز القدرة على الصمود خاصة في ظل سعي الجامعة العربية لتنمية المجتمعات العربية بالرغم من التحديات العديدة التي تواجهت تلك التنمية منها نقص الموارد الطبيعية وكذلك زيادة ظاهرة التصحر والتي تأثرت في زيادتها بسبب التغيرات المناخية والتلوث البيئي في الفترة الأخيرة وهذا ما تابعناه من زيادة التصحر وأثرت على مساحة الأراضي الزراعية وكذلك ندرة المياه في المنطقة العربية أثرت كذلك على الموارد الغذائية وكذلك إنتاج الغذاء في المنطقة العربية وكذلك التلوث البيئي الذي يحدث في هذه الفترة والذي أثر على المجتمعات العربية وكذلك على العالم أجمع وهذا ما تبعناه في المؤتمرات العالمية ومؤتمر كوب 27 الذي أقيم في شرم الشيخ العام الماضي وتأثيراتها في زيادة الظواهر الطبيعية إذا كانت الفيضانات التي أثرت على بعض الدول العربية وبعض دول العالم وأثرت على زيادة الموارد الطبيعية كذلك التحديات السياسية التي أثرت على البيئة من خلال عمليات القتال التي دمرت غالبية المناطق الزراعية في عدد من البلدان العربية إذا كانت فلسطين وكذلك سوريا وكذلك ليبيا واليمن وعدد من الدول التي أثرت عليها التغيرات السياسية والحروب وأثرت على الموارد الغذائية كذلك نظرة الموارد الغذائية ووصولها ولوجستياتها ووصولها إلى الأسواق العربية بسبب هذه الظواهر إذا كانت سياسية وكذلك الظواهر الطبيعية أثرت لزا تسعى الجامعة العربية في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة بالضرورة توعية المواطنين وتوعية المجتمع العربي بأضرار التلوث البيئي ووصلت الصورة بشكل كبير جزيل الشكر منذر أبو ضوحة مراسل قناة نيل أخبار مباشرة من قلب جامعة الدول العربية شكرا لك على هذه المتابعة إذن مشاهدين أخبار الاقتصاد في نشراتنا بعد الفاصل أشهد وزير النقل كامل الوزير بأداء شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض خلال الفترة الماضية باستقبال محطة تحية مصر للسفن ذات الأحجام الكبيرة لأول مرة بميناء الإسكندرية فضلا عن استقبال أكثر من سفينة للبضائع العامة في نفس ذات الوقت على رصفها الجنوبي وأكد في المقابل بدأ دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت المستقبلية واستعرض الوزير خلال ترأسه اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض استعرض آخر تطورات الموقف التشغيلية لمحطة تحية مصر ومعدلة الأداء حيث تم استقبال ما يزيد على 500 سفينة على أرصفة المحطة بإجمالية تداول يصل إلى 650 ألف حاوية منذ بداية التشغيل التجريبي للمحطة في فبراير من عام 2023 وحتى الآن أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني تخصيص نسبة 5% حوالي 330 وحدة من إجمالي 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري في 15 مدينة جديدة لذوي الهمم أو ذويهم بولاية وذلك في ضوء توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي توجهات أسد الرئيس بتوفير سبو الأرعاية والاهتمام بأبناء الوطن من ذوي الهمم وقال وزير الإسكان في بيان له أنه يتم التقدم لحجز الوحدات من خلال الموقع الإلكتروني ومحور الوحدات وسيتم إتاحة قرصات الشروط موضحا بأن بها أسليم السداد والمواقع والأسعار والمساحات والتقدم للحجز وكل التفاصيل المتعلقة بذلك خلال الموقع اعتبارا من يوم الأحد السابع والعشرين من أكتوبر لعام ٢٠٤ وحتى يوم الخميس الموافق السادس والعشرين من ديسمبر لعام ٢٠٤ ويتم التخصيص بنظام القرى العلنية وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجرائها لاحقا قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي راني المشاط إن مبادرة بريتش تاون التي تم إطلاقها لإصلاح بنية المالية الدولية لمواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية بما في ذلك تغير المناخ تؤكد ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية وزيادة ضفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقد صلطت المشاط خلال كلمتها في فعالية مؤتمر هامبرغ للإستدامة بألمانيا صلطت الضوء على المنصة المبتقرة للتمويل المشترك التي أطلقتها عشرة بنوك تنموية وذلك لتوجيه رأس مال إضافي وتوسيع نطاق وتأثير التنمية وتعبئة الأموال للمشروعات القبرى وذلك في إطار توحيد الجهود التنموية فيما يتعلق بالتمويلات التنموية الميسرة وإصلاح الهيكل المالي العلمية ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين بينما مال التعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع سجل رأس المال أسوقي للشركات المقيدة بالبورصة مستوى 2.179 تريليون جنيه وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة اي جي اكس 30 بنسبة 0.1% كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 0.79% وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر اي جي اكس هوندريد الأوسع نطاقا الذي زاد بنسبة 0.62% وفي ختم رشاتنا هذه تذكرة بأبرز العنوين حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في بلدة مارون الراس برشقة صاروخية والطيران الإسرائيلي شنغارات على بلدة الخيام جنوبي لبنان 22 شهيدا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على الشمال ووسط قطاع غسة تحذيرات أممية من كارثة إنسانية في غزة حال تمرير مشروع قانون إسرائيلي وقف عمل الأنروة مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختم هذه النشرة الإخبارية المفصلة شكرا لكم مشاهدين الكرام والمزيد المتابعة زوروا موقعنا على الانترنت نايل دوت إي جي شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة